كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلي فيديو مهم جدا عن البيتكوين حركة قادمة مهمة خلال ساعتين بيانات سوق العمل الأمريكية البيانات المهمة جدا بالنسبة للفيدرالي حتى يحدد سياسته للفترة القادمة مهم جدا تراقب هالبيانات شو نتوقع بالنسبة للبيتكوين أيضا المناطق يلي لازم تحزر منا بالفيديو السابق أصدقائق نزلت لكم هاي الصفقة منطقة الدخول هي مناطق 27,043 حددت منطقة دخول 27,050 دولار تقريبا والهدف كان 28,000 السعر وصل تقريبا لمناطق 27,150 يعني بعيد 100 دولار عن تفعيل الصفقة الخاصة فيني هالصفقة هي شاركتها معكم على قناة التليجرام وشاركتها معكم بآخر فيديو عن اليوتيوب تقدر تدخل وتشوف الفيديو للأسف ما تفعل الأوردر لكن الأشخاص يلي دخلوا بشكل يدوي من هالمنطقة هاي مبروك عليهم تم ضرب الهدف بنجاح والارتداد من منطقة 28,000 اذا بتستفاد من فيديوهاتي بتمنى تترك لي رأيك بالتعليقات المنصة اللي بتداول عليها منصة اكسينيس منصة رايعة جدا للتداول هي صفقة على البيتكوين أنا فاتحة بضغطة زر واحدة بقدر بسكر صفقة سكرت على ربح 73 دولار منصة سهلة جدا فتح الأوامر تنفيذ الأوامر كله سهل داخل منصة الإيداع والسحب USDT بطاقات بنكية أيضا بتقدر تداول فوريكس دهب نفط كل هذا داخل منصة اكسينيس أنا المنصة بيستعملها بالعملات الرقمية فقط بالإيثيريوم والبيتكوين إذا حابب أنت تحصل على توصيات مجانية فوريكس فقط تنضم على منصة اكسينيس وتعطيني رقم حسابك وتتم إضافتك إن شاء الله بعد ما تعمل إيداع خلينا ننتقل للتفاصيل البيتكوين أصدقاء هاي الصفقة تعتبر ملغية لأنه صعد السعر قبل تنفيذ الأوردر بيانات سوق العمل الأمريكي بيانات مهمة جدا لاحظ أنا حددت لك الهاي واللو بآخر فيديو حددت لك المنطقة المحورية حكيت لك طالما إحنا أعلى المنطقة المحورية في عنا أمل باستهداف مناطق الـ 28100 وبالفعل السعر ما نزل للمنطقة المحورية وصعد ضرب لنا الهاي إذن اللي بنتوقعه لحنا اختراق لهالمسلس هذا بالساعتين القادمات اختراق أما للأعلى أو للأسفل ويلي بتوقعه أنا أنه يتم اختراق المسلس للأسفل ونستهدف أولى المناطق هي 27000 ثاني منطقة قرابة مناطق 26800 إذن هاي أهدافي بالنسبة للبيتكوين أول منطقة هي 27000 ثاني منطقة هي 26800 ليش بتوقعنا الاختراق للأسفل؟ إذا منشوف الـ SP500 أكبر 500 شركة بأمريكا منشوف على فريم اليوم عامل تصحيح قوي أيضا إذا منشوف الدهب منشوف عامل الدهب أيضا تصحيح قوي الدولار إذا منشوف بالأيام الثلاثة الماضية حكيت لك بآخر فيديو إنه من مستويات المية وسبعة بتوقع أنا تصحيح لمستويات المية وستة وللأسف ما تفعل البيتكوين إيجابيا مع الشمعتين الحمر التي ظهرت على التصحيح بالنسبة للـ DXY إذن خلاص تلقوا الأصدقاء طالما إحنا أسفل مناطق 28400 عندي هدفين بالنسبة للبيتكوين أول هدف هو 27000 ثاني هدف هو 26800 وممكن الهبوط يستمر لمناطق 26600 ومع وصلنا لمناطق 26600 راح نحدث الوضع إن شاء الله إذا منشوف خريطة التصفية بالنسبة للبيتكوين منلاحظ إنه عنا في عنا سيولة جدا كبيرة أسفل مناطق 27000 أو عند الوصول لمناطق 27000 ممكن البيتكوين ياخد سيولة في هالمنطقة أيضا في عنا سيولة بمناطق 28400 إذن سيولة أسفل مناطق 27000 سيولة أعلى مناطق 28400 هاي خريطة الطريق بالنسبة للبيتكوين مع اقتراب بيانات سوق العمل الأمريكي اقتراب بيانات سوق العمل الأمريكي راح تحدد توقع الأشخاص بعد 26 يوم الاجتماع الفيدرالي هل راح تبقى مرتفعة على انتثبيت الفائدة ولا بيانات سوق العمل الأمريكي راح تظهر قوة وهذا اللي راح يشجع الفيدرالي إنه يرفع الفائدة بيانات سوق العمل عندنا معدل بطالة عندنا الوظائف الغير زراعية هذا مهم جدا الوظائف الغير زراعية للنسبة السابقة 187000 حاليا توقعات من خفاضة إذا انخفض التوقعات هذا يعتبر سلبي للدولار إنه الأسواق مع بتأمم فرص عمل إضافية وهذا بيدعو الفيدرالي إنه يخفض من تجديده على الأسواق أيضا معدل الأجور على أساس شهري بالساعة في عندي المعدل السابق 0.2 متوقع إنه يرتفع وهذا يعتبر إيجابي للدولار إذا التوقعات مختلطة أصدقاء منها توقعات إيجابية ومنها توقعات سلبي أيضا معدل البطال إذا منشوف النسبة السابقة 3.8 التوقعات إنه تبقى على حالة أو تنزل إلى 3.7 إذا جاءت التوقعات مثل البيانات الحالية يعتبر البيانات مختلطة بين إيجابي وبين سلبي للدولار رح نقيم الوضع ورح نشوف شمعة الساعة كيف رح تغلق بعد البيانات بتمنى ما تحكم على السوق فورا يعني البيانات رح تصدر ساعة 3.5 بتوقيت السعودي أي قبل ساعة واحدة من افتتاح الأسواق الأمريكية بتمنى تحذر صديقي ردة الفعل الحقيقي رح تشوفها عند افتتاح الأسواق الأمريكية وأنا رح نقل البيانات على قناة تليجرام بشان هيك بتمنى إنك تكون مشترك معنا على قناة تليجرام أي أغلاق أعلى مناطق الـ 28400 تلغى هالنظرة على المدى البعيد طالما مناطق الـ 28400 مناطق مقاومة رح نتوقع زيارة اللو لمناطق الـ 25300 لكن ما رح نستبقى الأحداث هذا مجرد توقع رح نشوف كيف رح يتعامل البيتكوين مع مناطق الـ 26600 توقع بالساعة القادمة الهبوط لمناطق الـ 26600 للـ 27000 ورح نشوف ردة الفعل كيف رح تكون من هالمناطق حيك وصلنا نهاية الفيديو بتمنينا لجاكم خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعلوم اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملناه أمس رح ناخد رابط الفيديو ونتوجه لموقعنا اللي ناخد منه التعليقات بشكل عشوائي شكرا جدا لتفاعلكم رح ناخد بهالفيديو اسم رابحين اتنين بتمنى يتواصلوا معي أي شخص بيطلع اسمه بتمنى يتواصل معي عنا 42 تعليق شكرا جدا لتفاعلكم رح ناخد اسماء اتنين رح يربحوا معنا هذا هو اسم اول شخص معنا ورح ناخد اسم شخص تاني خلينا نقول بسم الله وناخد اسم الرابح التاني هذا هو اسم الرابح التاني شكرا جدا لتفاعلكم الى اللقاء اشتركوا في القناة